الى موضوع اخر تسببت تساقط الامطار على المناطق الصحرية لولاية الشلف امس الاثنين في انهيار صخري بالطريق الوطني رقم 11 رابط بين ابن حوى واتنس ادى الى غلق الطريق لساعات لتتمكن مصالح والحماية المدنية ومديرية الاشغال العموبية من التدخل لفتح الطريق جزئيا هذه الحادثة احدثت هلعا وسط مستعملية طريق لخطورتها وتكرارها مع كل التراب جوي ميكروفون راشيد مشور ٦٨٠٠٤ الذي ضربت في ضربه حتى كونه؟ ٨٨ كونه ٨٠٠٠٠٠ فى فتحها هذا وقت الاشبال يحدثت لساقط الاشياء والاقدت بالنقش بهنا يبلاو الطريق الآن نرى الطريق خدموا خلوها على نصف نهار الأول كانت على طريق الحجرة كنت لاسبة باش طيح مدفتوا خلوها دوت راهم وراحوا يجي واحدة أصبحت داي مريض يسيبط حجرة في وسط ريك كيف شيدة خليف ميموت وشتطيح وين راي هدي يعاودي وليه وين منا ما كاش يراح لشلف ولا لتنسا ذاك مكاين لازم يحلو المشكلة ذاك تا طريق هذا شكرا